اكد جلالة الملك عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية لخفض التصعيد واستعادة الاستقرار في الاقليم وذلك خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني دافيد لامي ونوها جلالته الى ان الخطوة الاولى للتوصل الى تهديئة شاملة في المنطقة هي وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ولبنان وحذر جلالة الملك من تبعات تجاهل الكارثة الانسانية في غزة مجددا دعوته لتكثيف جهود الاستجابة الانسانية لغاثة اهالي القطاع جلالته على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئوليته في ايجاد افق سياسيا لتحقيق السلام العادل والشامل على اساس حل الدولتين مثمنا موقف بريطانيا الداعم بهذا الخصوص